احنا ابتدينا بمعامل معملي وكان دوت من خلال مشروع مصري أمريكي ونجحنا اللي احنا نعمل لجميع صورة التشغيل وعلينا بالمفاعل دوت لمستوى أعلى عشان يبقى نصف تجريبي يعني الخطوات الانتقال من المعملي للمفاعل تطبيقي ده شيء لازم تاخد الخطوات عشان تقدر توصل للنتيجة مرضية أنا بسأل دليل لأنه أنا زي زي ناس كتير لما كنا نقرأ الحاجات دي مثلا في مجلة ولا في جورنال ولا نشوفها في فيلم وثائقي ولا في برنامج علمي ولا حجال نقول لها تفضل شاف العالم وصل لفين وإحنا لسه بنحرق قش الرز البلد ده عمر وما هيطلع أنا رجل عن 47 سنة قلت الكلمة دي فوق الخمس تلاف مرة ده لما كانش مئة ألف مرة قلت النهارده لما لاقي إن احنا بنقول عندنا في المعامل بدأنا نشتغل على ده واخدين الخطوات بتاعتنا ودكتور أحمد تقول لنا بمنتهى الدقة هو مسألة نصف تجريبي إلى النصل إلى مفاعل تجريبي لحد ما نصل إلى مراحل إنتاجي الكمي مسألة علم أبقى أنا قاعد متطمن لأنه ما رفعتش سقف توقعاتي للسماء خيالا بتكلمني بالعلم نعم طبعا ما تقدرش اللي أنت لازم كل حاجة تاخد وقتها في التطبيق وفي الدراسة عشان تقدر توصل لنتاج حقيقية ده شيء طبيعي ما بقاش في الدعاء الدعاء دوت مرفوض تماما الناس في قاعدة الناس يدي وعي على كل حاجة والكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي فيه كذا واحد قاعد بيسمعه وبيحلله فإحنا مسؤولين عن الكلام اللي احنا بنقوله فلازم كل الأمور تحط في نصابها الطبيعي والحقيقي عشان احنا عايشين في عصر ما نفعش تدحك على حد فيه هو معاليش شبادو أسئلة تبدو جانبية أو تبدو بسيطة وسطحية بس احنا على قدي يعني أو أنا على قدي احنا على قدي دي أو أنا جاي من العصر العثماني هو التخصص ده لو أنا مثلا افترضنا أنه النهار ده في سنوية عامة نعم وخلاص انا داخل الجامعة هو بقدم في التنسيق ومش عارفه كلام منه أنا أخش إيه عشان أتخصص في الحاجات دي ده مهمة يعني كيميا ده سؤال مهمة أول مجد؟ أنا طبعا أنا قلت أنا بقول سؤال على قد حالي أنا ده سؤال مهمة جدا وصحبتك أنا خريجة كلية علوم كيميا حلوة أول جامعة القاهرة عظيم وخدت ميجستير من جامعة القاهرة سافرت اليابان اشتغلت في هندسة وعلوم المواد خدت دكتوراه في الهندسة صنعنا في علوم المواد دي هندسة مش علوم مش حاجة ما ينفعش بقى في ماتيريال ساينس بس لازم الماتيريالز اللي انت بتطلحها الساينس بتاعها هتحولها لإنجينيرينج لازم تنجزيرت لازم تحولها لسيستم لازم تحولها لحاجة قابلة للتطبيق حلو وبعدين تنقلت الألمانيا اشتغلت في ماتيريال ساينس عن الإنجينيرينج وسافرت في حدك كثير بردك نفس الطريقة فالجمع بين التخصصات دلوقتي ما ينفع يا ما تقاديشو لانا بتاع كيميا بس انت لك القدرة وعندك الاستعليلين تتغير من جلدك حسب متطلبات العصر شكرا للمشاهدة